أيضاً حازم إمام تعرفين بالنسبة للأخبار نادي الزمالك يعني حازم إمام بقاله فترة يعني يلعب مباراة في الزمالك ويختفي يلعب مباراة مع الزمالك ويختفي لسوق حظ بصراحة إصابات كثيرة وإصابات متكررة وده النصيب بقى ده ملقوش علاقة بأنه اللعب ملتزم ولا مش ملتزم عشان كده فيه اتجاه داخل نادي الزمالك بعدم التجديد مع حازم إمام بسبب الموضوع ده قصص الإصابات أنا مش عادي فاستفيد منه ورغم كده الزمالك بيفكر في تكريم حازم إمام وأنه يتعامل معاه بشكل محترم مش يعني مش يقوله أنت بتتصاب كتير فاطلع برة لا بس هو من حق نادي الزمالك أنه يشوف لعيبة تقدر تخدم مصارحه على مدار المواسم القادمة فحازم ظروفه في الإصابات صعبة شويتين صعبة شويتين ولكن لقوا كل التأدير ولقوا كل احترام مننا ومن نادي الزمالك بكل تأكيد ده بالنسبة لحازم إمام في ريلا بعد مباراة إمبارح مباراة الأهلي وعد شباب الزمالك بمكافئات خاصة أنا منتكلم في لعبين رائعين منتكلم في تحديدا في يوسف أسامة نبيه وحسامة عبد المجيد وسيف فاروق عفر وسيد نمار ومعهم كمان محمد طاهر اللعيبة اللي تألقت إمبارح ولفتت النظر جدا إمبارح إداهم أوعدهم في ريلا بمكافئة خاصة منه بعد المستوى اللي قدموه في هذه المواجهة والرهان اللي كسبه إمبارح خد بالك أصدقاً رهان في ريلا لو الرهان ده كان خسر إمبارح ما كانش حد ساب في ريلا في حاله وقال له انت ازاي تلعب شباب ازاي تدفع بشباب ازاي تشارك شباب في مباراة زيديت مباراة سكيلة عليهم وتعرفين الجمل الشهيدة بقى انت كده بتحرقهم انت كده بتدمرهم انت كده بتعمل لهم مشاكل انت كده بتعمل لهم أزمات وانت كان عندك عددك العيبة خبرة انت ليه بتجود سلشان ده مدرب أجنبي كبير رائع ما بيسمعش خد القرار خد المخاطرة ونجح فيها ونجح فيها فريلا كمان قال ليه لعيبة النادي الزمالك النهاردة ان البطل بيستمر في المحاربة على اللقب حتى النهاية مع اللعيبة النهاردة فريلا وقال لهم احنا زي ما احنا احنا مكملين بنفس الحماس بنفس القدرات واحنا سيبكم من الظروف والإصابات والغيابات البطل بيحارب بيحارب كرويا يعني بيحارب لحد النهاية يحارب لحد النهاية عشان ياخد بطولته واللقب اللي يحافظ عليه بعد الموسم الماضي وقال ان هو بيصدق في كل اللعبين وقال كمان او اكد لهم انه لازم الحفاظ على الصدارة في الفترة اللي جاية وغلق صفحة مباراة الكمة تماما